أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين أيها الحب اليوم نبدأ حديثنا حول الآيات من آية 124 بدايتنا اليوم من قول الله عز وجل وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وأتمنى سلمكم الله أن يكون معكم مصحف تتابعون فيه معي الآيات حتى يكون الحديث متصلا بتصور الآية والنظر إليها وسأركز بإذن الله عز وجل في ربط الآيات بعضها ببعض موضوعا ومن خلال أيضا المقصد الذي ذكرت لكم هذا المقطع أيها الحبة يبين لنا الأصل الثاني الذي ترجع إليه هذه الأمة المحمدية فهو ذكر في بداية السورة قصة آدم وهي الأصل الأول الذي ترجع إليه في الهداية ثم ذكر في هنا الأصل الثاني وهو الأصل الإبراهيمي ممن تتفق عليه الأمم السابقة وتنتسب إليه دعوة واقتفاء وبيانا لأن هذه الأمة المحمدية هي الأحق بوراثة إبراهيم عليه السلام وذلك أنها هي الأمة التي اتبعت ملته وكانت على منهجه في التوحيد فكأن الله عز وجل أراد هنا أن يبين لبني إسرائيل الأمة المستخلفة أنكم إن كنتم صادقين في ولاية الدين وفي وراثة إبراهيم فكونوا على ملته فإن لم تكونوا كذلك فلستم أهلا بولاية الدين قال الله عز وجل بعد أن انتهى من قصة بني إسرائيل مباشرة وإذ يعني واذكروا أو واذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات تأملوا أيها الحبة أن الله تعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه مما يدل على أن الدين لابد له من الابتلاء فإن الله ابتلى إبراهيم وهو من صفوة الخلق وهذا يؤكد لنا أن الدين أيها الحبة لابد فيه من صبر وفيه مشقة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره والمشاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء لماذا؟ ليصفوا دينهم ولتمحيصهم وتصفيتهم وتخليصهم لربهم عز وجل فإن المعدن لا يمكن أن يصفوا إلا بأن يكون بعد تصفية ومشقة تصفوا منه خلاصته وصفوته فكذلك الناس في الدين لابد حين يصفى الناس لدين الله عز وجل لابد من الابتلاء قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه قدم إبراهيم هنا مع أن المبتلي منه هو الله عز وجل يعني السياق الأصلا يقول وإذ ابتلى الله إبراهيم فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه فقدم إبراهيم هنا لأن الحديث عنه والسياق عنه وتكريما وتشريفا له قال ربه ولم يقو إذا ابتلى إبراهيم الله دليل على أن الله ابتلاه تربية له وتهيئة له وهذا يؤكد أيها الحبة أن المؤمن حين يصاب بهذا البلاء فإن هذا تربية له من الله عز وجل وتهيئة له إلى أن يخلص لربه سبحانه وتعالى ثم قال الله عز وجل بكلمات وهنا وقفة مهمة وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات لماذا لم يقل وإذا ابتلى إبراهيم ربه بالدين أو بالأمانة أو بالحنيفية أو بالصلوات أو بأركان الدين أو شعائر الدين أو غير ذلك هنا الكلمات إشارة إلى أن بنو إسرائيل حين خالفوا ملة إبراهيم وهي الحنيفية أراد أن يخفيها هنا لينظروا ما هي هذه الكلمات لعلهم قد تصفوا بها فيكون هم الذين حازوا على ولاية إبراهيم ووراثته في ملته فأخفها هنا وفي هذا مناسبة لطيفة مهمة يلحب أحبة أن الأمر النفيس يخفى ليعلم قدره يعني مثلما يقال خبأت لك أمر مهم فهنا الذهن يجول في البحث عن هذا الأمر المهم فالسر والله تعالى أعلم هنا في إخفاء الكلمات وعدم التصريح بها لكي تتحفز النفوس المؤمنة الصادقة في اتباع إبراهيم للنظر إلى هذه الكلمات ومعرفتها لتحقيقها والتمسك بها لماذا؟ لأنها سبب لنيل الإمامة فما كان سببا لنيل الإمامة فلا شك أنه نفيس عظيم فأخفاها الله تعالى لتتحفز النفوس المؤمنة الصادقة في معرفتها وهذا مثله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل جنة ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لتتحفز النفوس إلى البحث عنها ومعرفتها وتحقيقها وتدبرها وما وراءها من معاني ودلائل حتى تتمكن منها فكذلك هنا أخفها لتبحث عنها النفوس وتتحلى بها لتنال شرف الإمامة في الدين وما هي هذه الكلمات؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة تربو على عشرة أقوال أو تزيد فبعضهم قال أن الكلمات هنا شرائع الدين وبعضهم قول إبراهيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبعضهم قال أن الكلمات المواضع التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم في التوحيد كهجرة إخراج قومه له من بلده وبقاء أو بقاء زوجته وابنه في موضع البيت وأمره بذبح ابنه وإلقائه في النار كل ذلك مما ابتلي به إبراهيم وقيل هي الكواكب التي حاج بها إبراهيم قومه كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وقيل هي خصال الفطرة التي أمر النبي وأمر إبراهيم أن يتحلى بها كل هذه الأقوال لا تعرض بينها لكن الذي يجمعها ويحققها وهو المقصود هنا هو أن المقصود هنا كلمات التوحيد كلمات التوحيد التي من حققها وحقق كما لها فإنه سينال الإمامة في الدين لأن المقصود هنا السياق أيها الأخوة ليس سياقا طبيعيا بل هو سياق في تحقيق الإمامة ولا شك أن أعظم كلمة تكون سببا لنيل الإمامة هي كلمة التوحيد فجمعها الله تعالى هنا للدلالة على ماذا للدلالة على أن كل ما يدل عليها داخل فيها فالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد داخل فيها وكذلك شعائر الدين داخل فيها فتعدادها هنا دليل على أنها تشمل شعائر الدين كله ولكن أصلها هي كلمة التوحيد التي يخلص فيها المؤمن لربه عز وجل موحدا مخلصا قال الله تعالى فأتمهن لاحظوا كلمة فأتمهن ما لم يقل وأتمهن للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن إبراهيم كان حريصا عازما على إتمام التوحيد لأن الفأل التعقيب فهو حريص على مجاهدة نفسه لتحقيق التوحيد لربه عز وجل لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا التوحيد هو سبب لإمامته وسبب للقرب من ربه عز وجل وخلوص دينه قال الله سبحانه وتعالى فأتمهن وهذا يؤكد أن إبراهيم قد أتم الدين وأكمله وهو ممن كمل من خلق الله عز وجل في دينه وكما قال الله عز وجل وإبراهيم الذي يوفى يعني يوفى الدين وكمله ويبين لنا أيها الحبة أن أعظم طريق لتحقيق الكمال هو التوحيد من حقق التوحيد حقق كمال الدين كله لماذا؟ لأنه أيها الحبة من حقق التوحيد خالصا فلا يمكن أن يصرف عمل من أعماله إلا لله عز وجل لأنه يعرف أنه عبد لله ويعرف أنه متوجه إلى الله ويعرف أنه مأمور بعبادة الله فلا يمكن الموحد المحقق لله لا يمكن أن يصرف شيئا بل من خواطره لغير الله تعالى ولذلك الله تعالى ابتلى إبراهيم في ابنه أن يذبحه أو أمره أن يذبحه لكي لا يقع في قلبه تعلق بغير الله عز وجل فلما رأى الله تعالى صدقه في تخليه عن إبنه لوجه الله لله تعالى لأمره فدل ذلك على خلوصه وكمال التوحيد في قلبه فأيها الأحبة الإنسان إذا كان غير مستعد في التنازل عن شيء لأجل الله فليس محققا للتوحيد أما إذا كان لديه استعداد صادق ليست تمنياً وليس هو فقط تلفظاً وإنما صدقاً أن يتخلى عن كل شيء لأجل الله عز وجل حتى ماله وحتى بلده وحتى كل ما عنده فدل ذلك على صدق توحيده لله سبحانه وتعالى وإيمانه انظروا أيها الحبة ماذا قال الله بعد ذلك بعد أن أتم التوحيد قال إني جاعلك للناس إماماً الله أكبر ما أعظم هذا الجزاء العظيم والجزاء من جنس العمل لما أنه أخلص دينه لله أخلصه الله لنفسه وجعله إماماً يقتدى به إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين كل الآيتين دالتان على هذا المعنى قال جاعلك للناس قال للناس ليدل على أن إبراهيم هو مرجع الأنبياء بعده جميع الأنبياء جميع الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من سلالته وكلهم يرجع إليه هذا فضل ومنقب لإبراهيم والحديث كله هنا أيها الأخوة في مناقب إبراهيم وفضائله قال إماماً أي جامعاً للخير كله جامعاً للخير كله وقدوة يقتدى به في الخير كله قال انظر يا أخي الكريم ماذا كان جواب إبراهيم مباشرة لما أن الله أكرمه بنفسه جعله إماماً كان حنيصاً على أن تبقى هذه الإمامة في من؟ في ذريته قال يا رب قال ومن ذريتي ولم يقل وذريتي لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيكون من ذريته من هم كفار من ليسوا على الدين لأن هذه سنة الله في خلقه لا بد أن يكون من خلق الله تعالى من خلق الله أناس كفار ولم ناس المؤمنون سنة باقية إلى قيام الساعة فهو يعلم لما قال ومن ذريتي أي من الصالحين المؤمنين ماذا قال الله؟ وهذا يجعلنا نقول أيها الإخوة الحرص على الذرية أمره عظيم وحرص على بقاء الصلاح فيهم أمره مهم من أهم المهمات لدى المسلم بل من أهم ما يدعو المسلم لربه عز وجل أن يصلح الله ذريته بعد أن يمن الله تعالى عليه بالصلاح فهاء هو إبراهيم ما قال أرنا مناسكنا بعد ذلك تأخرت قوله ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا فبدأ بذريته لكي تصلح بعده ولا شك أن صلاح ذري صلاح للإنسان يعينونه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الأعمال التي لا تنقطع بعد موت الإنسان ولد صالح يدعو له فهذا أيها الحبة نقول نأخذ منه درسا عظيما لنا تربويا أن الإنسان يدعو أن يصلح الله ذريته وأن يبقي الدين فيهم وأن يجعلهم أئمة في الدين وهذا مستاقه حديث دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرى تاعين واجعلنا للمتقين إماما فقوله اجعلنا يشمل الذرية في الإمامة قال لا ينال عهد الظالمين لماذا لم يقول الله عز وجل نعم لك ذلك قال الله لا ينال عهد الظالمين إشارة لمن تعريضا باليهود وتعريضا بالمشركين الذين هم من سلالة إبراهيم وليسوا أهلا للإمامة لماذا؟ لأنهم قد تخلوا عن ما كان عليه إبراهيم من الخصال الحميدة وهو التوحيد فظلموا فالله تعالى يقول هؤلاء ليسوا أهلا للإمامة فكأنه تعريض بهم أنكم أنتم أيها الظالمون بعد أن تخليتم عن ملة إبراهيم لستم أهلا للإمامة فوسع الله تعالى دائرة القبول وخص دائرة عدم القبول وهي الظالمين تكريما لإبراهيم هنا تكريما لإبراهيم والحظوا أيها الأخوة التعبير بقول الظالمين فإن هذا الوصف من الأوصاف أدالها على أن من كان فيه هذا الوصف فليس أحقا فليس أهلا للإمامة والظلم ثلاثة أنواع ظلم الإنسان لنفسه بالسيئات والمعاصي هذا ظلم ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي فأهل المعاصي ليسوا أهلا للإمامة إلا من تاب وصدق التوبة ورجع إلى الله وجدد إيمانه وعبودية هذا لا يدخل في ذلك الثاني ظلم الإنسان للعباد بغيبتهم وأكل أموالهم وسبهم وعدوان عليهم وغير ذلك وما أكثر أنواع الظلم بين الناس والثالث وهو الأكبر ظلم الأنسان في عبوديته لله عز وجل بإشراكه وريائه الكشرك الأكبر والأصغر كل ذلك ظلم فكأن الله تعالى يقول من كان في هذا الوصف ليس أهلا للإمامة فهذا حريء أي الأخوة أن نضعه أمام عيوننا واهتمامنا أن يتجرد الإنسان من الظلم كل ما استطاع إلى ذلك سبيلا ثم قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى هنا هذه الآية في بيام فضيلة البيت الحرام الذي ورثه إبراهيم وأسسه فكأنه تهيئة وتمهيد لمن ينال هذا البيت من هم أحق الناس كأن الله تعالى يقول أحق الناس بولاية هذا البيت هم من كان على ما كان عليه إبراهيم ولذلك قال الله بعد أن بيّن مناقب البيت مثابة للناس وأمنى ما معنى مثابة يعني ما رجع يثوب إليه يرجع إليه فالناس كلهم يثوبون ويرجعون إلى البيت وها نحن نرى المسلمين في أقطار الأرض تهوى أنفسهم أن تثوب وترجع إلى البيت ويتعلقون به في كل مكان وهذا سنن الله عز وجل في المؤمنين أن الله حبب في قلوبهم البيت والرجوع إليه واللثابة إليه والإتيان إليه ثم قالوا أمنا وهذه خاصية ومنقبة للبيت أن جعل الله تعالى له الأمن التام الأمن إلى يوم القيامة ثم قال الله تعالى عوداً في السياق إلى إبراهيم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم فيه قولان قيل المقام إبراهيم أو ثلاث أقوال قيل هو البيت مقام إبراهيم هو البيت لأنه هو الذي أسسه وقيل هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لبناء البيت وقيل مقام إبراهيم هو شعائر الحج والظاهر الله علم أن المقصود هنا القولان الأولان وهما الحجر تشريفاً لأن إبراهيم جعل له مقام عند البيت والبيت الحرام الذي أسسه إبراهيم ويدل على ذلك أن الآية فيها قراءتان قراءة الأولى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقراءة الثانية متوجهة في الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهتان قراءتان صحيحتان دالتان على هذين المعنائين وهذا منقبه لإبراهيم شرف أن الله عز وجل جعل له مقاما يذكر به ولا شك أعظم شرف أي شرف أعظم من أن يوضع لرجل مقاما عند البيت فيذكره الناس ويصلون خلفه لله عز وجل لا شكا هذا خصلة عظيمة دالة على فضل إبراهيم وشرفه ثم قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وهذه من قبه من مناقه إبراهيم أن الله تعالى عاهد إليه عاهد إليه ولاية البيت وتطهيره فلا شك أن هذا دال على فضله لكن السؤال أيها الحبة ما حكمة إدماج وذكر إسماعيل هنا ولم يذكر ولم يذكر إعقوب وإسحاق ما من الحكمة الحكمة إشارة إلى هذه الأمة المحمدية أنها أولى الناس بولاية البيت في نزول بعد نزول هذه الآية أن الله حين شرف إسماعيل بأن كان مع أبيه في ولاية البيت والعهده وبنايته فلا شك أنه أولى الناس بوراثته من بعده ولذلك كأنها إشارة لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى من يرث هذا البيت إن كانت على ما كان عليه إبراهيم ثم قال الله طهر بيتي والتطهير ما هو هنا التطهير يشمل معنين تطهير معنوي بإقامة الدين ونبذ الشرك وإقامة وتطهير حسي بتنزيه هذه المساجد من النجاسات هذا البيت من النجاسات والأصنام وغيرها وهذا يدلنا أيها الحبة على فضيلة القيام على المساجد وأن القائم على المسجد تنظيفا وصيانة وتهيئة لا شك أنه له خص له فضيلة لأن الله تعالى وعهد إلى إبراهيم وإسماعيل ولاية البيت الحرام وتطهيره فلا شك أن بيوت الله من قام بها فله من الفضل بمقدار ذلك البيت بيت الله تعالى فحري بنا أيها الحبة أن نعني بهذه الخصلة التي كانت من خصال إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أبينا عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى للطائفين والعاكفين والركع السجود أما الطائفون فهم ذكروا وقدموا لأن ألصق عبادة بالبيت ما هي الطواف وأما العاكفون فاختلف فيهم قيل هم الملازمون للبيت القائمون فيه يعني العاكفون الجالسون فيه وقيلهم أهل البيت وهذا هو الأصح هو الأصح أهل البيت الذين حوله ومنازمون فيه سكنا كأن الله تعالى أراد أن يهيئ لهم إبراهيم هذا البيت ويطهره ليقيموا فيه عبادة الله تعالى والركع السجود لماذا لم يقو المصلين أو المصلون والعاكفين والمصلين لماذا خص الركوع والسجود لأمرين الأمر الأول إشارة إلى خاصية الصلاة وهل الخضوع لله وأن المقصود بالصلاة الخشوع والخضوع تعظيم الله والخضوع له فالركوع إشارة إلى تعظيم الله إلى تعظيم الله تعالى والسجود إشارة إلى الخضوع والتذل لله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم فهذا المعنى الأول المعنى الثاني أيها الإخوة هو إشارة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ نعم أن الركوع دال على صلاة أمة الإسلام أن اليهود ليس في صلاتهم ركوع فدل ذلك على أن أولى الناس بالبيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فانظروا أيها الحبة كيف جاءت العناية الربانية بهذه الأمة تهيئة لها وأعدادا لها وتعريضا بغيرها صرفا لهم عن ذلك قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا هذه فضيلة من فضاء الإبراهيم ومنقبا من منقبه أنه دعا ربه تهيئة البيت لعبادة الله ودليلا على حرصه لأمة أن يقيم الدين في استقرار وأمن وراغد يعيش فقال رب جعل هذا بلدا آمنا هنا قال رب جعل هذا بلدا آمنا وفي سورة إبراهيم قال إيش هذا البلد آمنا نعم وجبني أو بنيا نعبد الأصنام فما الفرق بينهما الفرق بينهما أيها الأحبة أن هذا الدعاء كان ابتداء يوم أن أبقى زوجته وابنه عند البيت فقال رب جعل هذا بلد قبل أن يقام فيه البيت ويبنيه ابتداء ثم لما بناه قال رب جعل هذا البلد يعني الألف ولا من التعريف فهذا أوجه المعاني في البيانة المتشابة بين اللفظين لاحظوا أن الله أن إبراهيم عليه السلام جعل أو دعا ربه للبيت بأمرين الأمر الأول آمنا والأمر الثاني أن يرزق أهله من الثمرات وهذا هما عصب الحياة للإنسان وبقائه واستقراره عصب الحياة للإنسان استقرار أمنه استقرار عيشه ولا شك إذا كان إنسان آمنا في بلده معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فإبراهيم يريد أن يهيئ الله تعالى لمن يلي هذا البيت باستقرار تام وهذا دليل على فضل إبراهيم وسعة أفقه وبعد نظره أنه يعلم أنه لن يقام الدين إلا باستقرار وهذا يؤكد أيها الحبة أنه لا يقوم الدين قياما كاملا إلا بالأمن بالأمن التام وتوفر المعيشة لأنه إذا لم توفر المعيشة كان الناس مشتغلون بعيشهم عن عبادة ربهم فإبراهيم عليه السلام أراد أن يهيئ للناس حتى لا يشغلهم شاغل عن عبادة ربهم عز وجل فما أعظم وأحكم إبراهيم عليه السلام وفضله علينا بهذا كبير واستجاب الله دعائه فجعل الله تعالى لنا حرما آمنا يجبى إليه ثمراته كل شيء رزقا من يوم أن دعى إبراهيم إلى اليوم بل إلى قيام الساعة ومكة بلد الله آمنا يجبى إليه ثمراته كل شيء من الله فضلا ورزقا وتأملوا أنه قال من الثمرات ولا يقول ثمرة دليل على أن إبراهيم أراد أن يوسع على أهل هذا البلد بالثمرات والرزق ولا يكون عيشهم شظفا ليقيموا الدين قامة كاملة كما أمرهم الله تعالى ولهذا قال من آمن منهم هو يدعو هنا لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر فيدلنا أيضا هذا نأخذ منه درسا أيها الحبة أن طلب العيش لإقامة الدين والاستغناء عن الناس أمر مشروع بشرط أن لا يشغل الإنسان هذا العيش عن عبادة ربه أما إذا كان هذا العيش وهذا الرزق الذي يسعى إليه الإنسان يعينه على طاعة ربه ورعاية أهله والنفق في سبيل الله تعالى والبذل فيما أتاه الله فلا شك أن هذا من العبادة لله عز وجل التي أمر الله تعالى بها قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يعني أن الذين كفروا الله عز وجل سيؤيئ لهم العيش لكنهم يضطعهم في الدنيا قليل ثم يضطرهم يوم القيامة بعد كفرهم وإنادهم وتكذيبهم إلى عذاب النار وبئس المصير وهذا تعريض بمن؟ تعريض بالمكذبين من اليهود والمشركين الذين ولوا هذا البيت وكفروا مع أن الله متعهم لكن الله تعالى يقول فأمتعهم قليلا يوم أن ولاهم الله فكفروا ثم أضطرهم أن يوم القيامة إلى عذاب النار وبئس المصير ثم تأتي بعد ذلك منقبة أخرى من مناقب إبراهيم أي الأخوة وهي تأسيس هذا البيت وبناءه قال الله واذكر يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت هذه منقبة لإبراهيم أنه هو الذي أسس البيت ورفعه ولم يقل بنا قال رفعه وهنا خلاف بين المفسرين هل إبراهيم هو الذي أسس البيت أم آدم عليه السلام في خلاف وفي روايات أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم وأنه موجود في عهد نوح فجاء الطوفان فهدمه فجرفه بالسيل وقيل أن الذي بناه آدم لكن يظهر والله تعالى بعد التأمل والبحث أن إبراهيم هو الذي أسس البيت لماذا؟ لأمرين الأمر الأول أن الله تعالى لم يذكر عن نوح ولا عن آدم مع عظم هذا الأمر أنهما بنياء البيت ولا شك أن بناء البيت ليس بالأمر الهيين والسهل وقد ذكر هنا أن إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت والأمر الثاني أن هنا قال القواعد من البيت يعني الأسس معنى أنه هو الذي أسسه وإلا لو لم يكن هو الذي أسسه ما قال القواعد قال وإذ يرفع لو لم يكن هو لقال وإذ يرفع إبراهيم البيت قواعده موجودة من قبل لكن يظهر أن قوله القواعد أنه هو الذي أسسه و أين كان البيت قبل ذلك؟ وماذا كان؟ قيل أن البيت كان قبل إبراهيم كان مرتفعا من الأرض يعني تلة من الأرض وكان يطفون حولها وكانت معروفة أن هذا هو بلد الله أو هذا بيت الله كمثل الصفا والمروهة الآن ما بنيت يعني إلا إلى أهد قريب وإلا فإن الأصل جبلان يسعى بينهما فكانت موضع البيت أيضا كان مرتفعا ومعروف أنه هو البيت فكانوا يطفون حوله هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم بالصور قال وإسماعيل إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى فضيلة إسماعيل ببناء البيت ومشاركته وأنه لم يشاركه إسحاق والذي هو نبي وأبو بني إسرائيل اليهود والنصارى فذكر إسماعيل يدل على أن هذه الأمة أولى الناس بالبيت بعد نزول هذه الآية ثم تأملوا قولهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يدلنا على صدقهم وإخلاصهم أن يكون هذا البيت لله خالصا ونأخذ من هذا وفقنا الله وإياكم إلى أن الإنسان وهو يقوم وهو يقوم بالعمل الصالح أن يتقبله الله خالصا يجعله خالصا لله تعالى هذا البيت هو من أعظم الأعمال ولا شك أننا نأخذ من هذا أيها الحبة فضيلة رفع بيوت الله وبنائها ونأخذ من قوله يرفع فضيلة رفع المساجد وليس معناها رفعها أن تكون شاهقة بمبالغة وإنما رفعها بمعنى أن يكون لها سمة الرفعة وسمة الوروز عن بيوت الناس بما أمكن فهذا نأخذ منه ونأخذ منه وهو الأصل رفعها عن ما لا يليق بها رفعها عن ما يليق بها فلابد أن ترفع هذه المساجد بذكر الله والله تعالى يقول وفي سورة النور في بيوت آذن الله أن ترفع بماذا ترفع بالذكر والإيمان والصلاة قراءة القرآن تبتل لله عز وجل فهذا لا شك أيها الحبة من الأمر الواجب الذي يمكن أن نستمطه في هذه الآية ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا في تمام دعوتهما ربنا وجعلنا مسلمين لك أي هنا دعوة من إبراهيم وإسماعيل عليه السلام بأن يكون مسلمين محققين الإسلام وتأملوا تسمية الإسلام هنا دلالة على ماذا دلالة على أن دين الإسلام هنا دون دين الإسلام دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله الإسلام موصولا بدعوة إبراهيم وأنه هو الحق كما أخبر الله تعالى في سورة الحج هو سماكم المسلمين من قبل امتنانا على هذه الأمة أن إبراهيم هو الذي سمى هذه الأمة هي الأمة المسلمة بهذه الدعوة بهذه الدعوة قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك من هي هذه الأمة أو هذه الذرية أمة محمد لأنه ليس هناك ذرية وليس هناك أمة من ذرية إسماعيل وذرية إبراهيم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما ما سبق من الأمم فهي من ذرية إسحاق فكأن الله تعالى أراد أن يورث هذا البيت ويورث هذا الدين والإمامة فيه إلى ذرية إسماعيل بعد أن ورثه بنو إسحاق وبنو يعقوب بنو إسرائيل الذي هو يعقوب ورثوه فلم يقوموا به حق القيام كفروا وكذبوا فلما أن لم يقوم بذلك أراد الله أن يشرف هذه الأمة المحمدية التي هي أمة واحدة أما بنو إسرائيل فأنبياؤهم كثر يزيدون على الثلاثمائة نبي ورسول فمما يدل على فضيلة هذه الأمة أن الله لم يرسل منها إلا نبي واحد وقد آمنت واستجابت وانقادت لأمر الله عز وجل ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال نعم وأرنا مناسكنا ما هي المناسك قيل أن المقصود هنا المناسك تعريف بمعالم الحج كله معالم البيت والحج وهذا صحيح ولكن الأكمل منه أن النسك في اللغة هو غاية الإبادة النسك في اللغة غاية الإبادة كأن الله تعالى أراد أن يبين أن يبين أن إبراهيم وإسماعيل دعا لهذه الذرية لهما ولذريتهم بكمال الدين وهل أكمل الله لذريتهم الدين بلا أكمل الله تعالى هذا الدين الذي هو دين الإسلام وأراهم مناسكهم وعبادتهم بأتم صورة وأوضح بيان كتاب فصلت آياته قرآن عربيا فما أعظم رحمة الله وحلمه أن الله استجاب لدعوة إبراهيم وإسماعيل بأن يريهما وذريتهم مناسكهما يعني أمور العبادة حتى يعبدون الله على بصيرة ولا يكون هناك مشقة وأن يكون ذلك في يسر وهو ما حققه الله لهذه الأمة فهذا فضل الله تعالى عظيم قال الله تعالى وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إشارة في دعوتهم هذا للعصات بأن يتوب الله عليهم من هذه الأمة التي قد ظلمت فلعل الله أن يتوب عليهم فهنا دعوة بالتوبة للعصات من أمة محمد صلى الله وسلم دعوة موصولة منذ عهد إبراهيم إلى قيام الساعة بالتوبة وهذا يدعو ماذا أيها الأخوة يدعو العصات إلى أن يتوبوا إلى الله وأن يحققوا دعوة أبيهم إبراهيم وإسماعيل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فما أعظم أن يستشعر العاصي حينما يعصي الله عز وجل أن إبراهيم وإسماعيل دعا له فيجب أن يحقق هذه الدعوة ثم قال الله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله في مهمة الرسول ثلاث وظائف الأولى يتل عليهم آياتك وهو القرآن ويعلمه الكتاب أي يعلمهم ما في هذا القرآن ويعلمهم الحكمة أي تطبيق هذا القرآن بالحكمة وهي السنة فالمقصود بالحكمة السنة والحكمة ما هي وضع الشيء في موضعه فكأنه يأمرهم بوضع هذه الأحكام في موضعها في الواقع بحياتهم في حياتهم وسلوكهم وأعمالهم قال الله ويزكيهم تزكية تكون بالإيمان بالعمل الصالح والتربية الصحيحة الكاملة فهذه وظائف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد لنا أيها أن خير ما يتزكى به الإنسان هو كتاب الله لأن الله تعالى قال يتلو يتلو عليهم ثم التعليم فأن يتعلم هذا القرآن بمعرفة معناه وفهم ما فيه من دلالات ومقاصد وماذا يريد الله ثم العمل به ثم التزكية التي هي تمام الأمر وامتثاله والعمل به فما أعظم هذا المنهج لو سلكه الإنسان أن يتلو كتاب الله ويتعلم ما فيه من العلم والحكمة والعمل ثم يتزكى بامتثاله في واقعه ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه إشارة لمن إشارة لمن قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلى بني إسرائيل كأن الله تعالى قال لما بين حق إبراهيم وأنه حقق التوحيد وهو الذي بنى البيت حق إسماعيل ودعوتهما ونبووتهما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه نعم ثم قال الله عز وجل بعدها قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه قال ولقد اصطفيناه في الدنيا أي إبراهيم اصطفاه الله واختاره وهذا من ناقب إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي أن الله أصلح له شأنه في الدنيا وفي الآخرة ثم قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم لاحظوا كلمة الإسلام هنا ماذا قال؟ قال أسلمت لرب العالمين لم يقل لربي كما قلت لكم في المجلس الماضي قال أسلمت لرب العالمين للدلالة على أنه يعتقد ربوبية الله عز وجل من جميع الخلق أن جميع الخلق مسلمون لله طوعا أو كرها وأنهم من ربوبين لله تعالى عباد له جميعا قال الله عز وجل وصى بها إبراهيم بنيه ويأقوب ما هي التي وصى بها؟ كلمة التوحيد التي هي الإسلام وهي إشارة لمن؟ إشارة للبني إسرائيل أن هذه وصية إبراهيم لكم والدليل على ذلك أنه قال ويعقوب ذكر أنبيهم وأبوهم يعقوب عليه السلام لأنهم ينتسبون إليه يا بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب فكأن الله تعالى هنا بعد أن خاطب بعد أن ذكر حالة هذه الأمة المحمدية وشرفها انتقى الحديث إلى بني إسرائيل ليشير لهم إلى أن هذه الدعوة موصولة لكم أيضا وهي وصية إبراهيم وصية يعقوب لكم فاتبعوها واسلكوها ولا ترغبوا عنها وتتركوها يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فانظروا كيف أيضا أعاد ذكرى الإسلام هنا للتأكيد على أنه الدين الحق وهنا سر عظيم أختم به المقطع هذا وهو أن تكرار الآن الشيء في القرآن يدل على التأكيد عليه ويدل على أهميته فتأملوا هنا تكرار لفظ الإسلام تأملوا في آية الدين تكرار لفظ الكتابة تأملوا في آية القبلة تكرار فولي وجهك كل ذلك تأكيد ولله المثل الأعلى والكتابة أنت لو أردت من ابنك أن أمر عظيم تريد أن يلتزمه مثلا سلمته قيادة السيارة مثلا قلته يا ولدي لا تسرع لا تسرع فكررت عليه هذا الأمر لأهميته لأنك تخشى على نفسه فتكرار الشيء وإعادته تأكيد على عظمه وأهميته وأنه مهم في حياة الإنسان فلذلك الله تعالى هنا تكرر رفظ الإسلام وأمر به ووصى به لتحقيق لأهميته وليحققه بنو إبراهيم من بني يعقوب وإسماعيل نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق للعبودية التامة صلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك